السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي تلامزة الصف الأول الابتدائي إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس جديد من دروس مادة اللغة العربية قبل ما نبدأ في الدرس بتاعنا النهاردة هنعمل مراجعة سريعة على ضمائر المتكلم طبعا أنا عارفة أن كلنا شطرين وفكرين أن ضمائر المتكلم عبارة عن أنا ونحن هنشوف دلوقتي مجموعة من الصور وهشوف مين الشاطر اللي هيقدر يختار الضمير المناسب لكل صورة أول صورة معي دي حلوين صورة ولد ينفع أقول نحن ولد؟ طبعا لا الصح أن أقول أنا ولد أنا ولد هل معنى كده أن الضمير أنا لا يأتي إلا مع المفرد المذكر؟ يعني لو بنت عاوز أتعبر عن نفسها تتكلم تقول إيه؟ طبعا برضو تتكلم وتقول أنا بنت الصورة الثالثة اللي معايا دي صورة معلم المعلم هيقول نحن معلم ولا أنا معلم؟ طبعا هيقول أنا معلم يبقى إذن ضمير المتكلم أنا يأتي مع المفرد سواء كان مفرد مذكر أو مفردة مؤنسة أنا سمع حد دلوقتي بيقول لي ينفع أقول على الشجرة أنا شجرة طبعا ما ينفعش يا حلوين لأن شجرة ده دي غير عاقل ضمير المتكلم أنا يأتي مع العاقل طيب دلوقتي بقى له عندي أكتر من شخص يعني ولدين أو بنتين أو ولد وبنت أو مجموعة من البنات أستخدم إيه؟ طبعا هنا يأتي دور ضمير المتكلم نحن زي قدامنا في الصورة دي عندي مجموعة من البنات ما ينفعش أقول أنا بنات لا الصح أني أقول نحن بنات الصورة الثانية دي عندي أطباء مجموعة من الأطباء أقول نحن أطباء ما ينفعش أقول أنا أطباء النهاردة بقى هناخد نوع جديد من الضمائر وهي ضمائر المخاطب يعني إيه بقى؟ ضمائر المخاطب ده تستخدم في التواصل أما أجي أخاطب حد أتكلم مع حد يعني دلوقتي عندي الصورة دي زي ما أنتوا شايفين عندي ولدين لو عايز واحد منهم يتكلم مع الثاني ويقول له على حاجة معينة يقول له إيه بيقول له أنت 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 مهزب أنت جميل أنت وفي طيب لو عندي ولد وبنت الولد ده عاوز يتكلم مع البنت اللي قدامه دي هل ينفع يقول لها أنت بنت طبعا ما ينفعش طب هيقول له إيه؟ هيقول لها أنت بنت أنت بنت يبقى معنا كده يا حلوين أن ضمير المخاطب أنت يأتي مع المفرد المذكر وضمير المخاطب أنت يأتي مع المفرد المؤنسة طيب دلوقتي أنا سمع حد بيقول لي أنا في أنت كرأتها أنت أنا هكتبها مد بالألف زي الشكل اللي قدامنا دا دلوقتي طبعا هقول له ده مش صح أبدا والشاطرين ما بيعملوش كده أنت بكتب حرف التاء وفوقه فتحة فقط وليس ألف مد طيب البنت هتقول لي طب وأنا أنا هكتبها بالياء هقول لها طبعا غلط لأن أنت نكتب نكتب تاء وتحتها كسرة تاء وتحتها كسرة نخلي بالنا من النقطة دي كويس جدا أنت فوق التاء فتحة وأنت تحت التاء كسرة طريقة الكتابة دي خطأ ولا بنكتب بالألف ولا بنكتب بالياء عندي دلوقتي بقى صورة بطريق وسمع حد كده شطور بيقول لي إحنا هنقول أنت بطريق وأنت حصان وأنت تفاحة طبعا هقول له الكلام ده خطأ أنت وأنت تستخدم مع العاقل تستخدم مع العاقل دلوقتي هنشوف الكلمات اللي قدامنا دي نستخدم معاها ضمير أنت أم أنتي أول كلمة معايا دي كلمة إيه حلوين أحسنتم طبيب طبيب ينفع أقول أنت طبيب لأ طبيب ده مفرد طبيب ده مذكر يبقى استخدم معاه أنت أنت طبيب ناخد بالنا كويس من الفتحة التي فوق التاء أنت طبيب طيب لو عندي طبيبة طبيبة ناخد بالنا عندي تاء مربوطة طبيبة يبقى طبيبة هل ينفع أقول أنت طبيبة أم نقول أنت طبيبة تمام فعلا نقول أنت طبيبة أنت طبيبة ونضع كسرة تحت حرف التاء تالت كلمة معانا دي كلمة إيه معلم معلم ينفع أقول أنت معلم لا نقول أنت معلم أنت معلم طيب معلمة معلمة نقول أنت معلمة أنت معلمة ناخد بالنا من الفتحة والكسرة ما ننساش نحطهم يا حلوين هنحلن دلوقتي مع بعض تدريبات الكتاب أول نشاط معانا بيقول لاحظ وصل طبعا جاب لي أنت وأنت وعيزني أوصل الضمير بالصورة المناسبة أول صورة معايا دي صورة شجرة هل ينفع أقول أنت شجرة طبعا سمع ناس بتقول لي لا لأن أنت وأنت تأتي مع العاقل ما ينفعش أبدا نقول أنت شجرة طب إيه دا ولد ينفع أقول أنت ولد طبعا لا بنقول أنت ولد أنت ولد أحسنتم طيب نشوف الصورة اللي بعدها صورة إيه دي يا حلوين صورة بنت ينفع أقول أنت بنت ولا أنت بنت طبعا أنت بنت نوصلها بصورة البنت رابع صورة معانا دي صورة أسد وزي ما انت قلته برافو عليكم الأسد غير عاقل ما ينفعش أستخدم معاه الضمائر تاني نشاط معايا بيقول عبر عن الضمير بصورة مناسبة هنا بقى هنبدأ نرسم أي صورة أنت تحبوها للضمير عندي أول ضمير أنت أقدر أرسم معلم أقدر أرسم ولد نرسم اللي إحنا عاوزينه أنا رسمت هنا معلم أقول أنت معلم أنت معلم طيب تاني ضمير معايا وهو الضمير أنت أنت يأتي مع المفردة المؤنسة يعني هرسم أي حلوين ممكن أرسم معلمة ممكن أرسم بنت أرسم طبيبة أرسم أي صورة تأتي مع ضمير أنت مفردة مؤنسة تالت نشاط معايا بيقولي رتب الكلمات لتكون جملا مفيدة نقرأ كويس جدا أول كلمة معايا ولد أنت مفكر ولد أنت مفكر طبعا هنبدأ بالضمير يا حلوين وهقول أنت أنت ولد مفكر أنت ولد مفكر نحن نكتب على السطر ونكتب بخط جميل ثاني حاجة يقول متعاونة متعاونة أنت فتاة يبقى هبدأ بالضمير أنت وأقول فتاة متعاونة أنت فتاة متعاونة تشوف التدريب اللي بعده عندي نشاط أربعة بيقول حول الجملة التالية كما في المثال هنلاحظ المثال اللي معنا يا حلوين بقارن بين ضمير المتكلم وضمير المخاطب أول مثال بيقول أنا أعبر عن نفسي أنا أعبر عن نفسي نلاحظ أن ضمير المتكلم أنا لما جينا معه بالفعل بدأنا بالألف أنا أعبر لإني بتكلم عن نفسي طيب في ضمير المخاطب بيقول أنت أنت تعبر عن نفسي أنت تعبر عن نفسي نعمل بقى المثال اللي بعده مع بعض بيقول لي أنا أحترم الجميع أنا أحترم الجميع طيب لما جي أكلم حد وقول له أنت ينفع أقول له أنت أحترم لأ طبعا طيب هقول له يا حلوين أحسنتم أنت تحترم الجميع أنت تحترم الجميع نشاط خمسة عبر لصديقك عن امتنانك له مستقدما أنت وأنتي الامتنان ده يا حلوين يعني أعبر عن محبتي لي عن شكري لي أستخدم أي صفة كويسة يعني ضمير المذكر أنت ممكن نعبر لأصدقائنا ونقول أنت صديق مخلص أو أنت صديق وفي أنت صديقة مخلصة أنت صديقة مخلصة آخر نشاط معانا نشاط ستة عبر عن الصورة بجمل مفيدة مستقدما أنا ونحن اللي هم ضمائر المتكلم وأنت وأنت اللي هم ضمائر المخاطب طبعا لو نفتكر أن الصورة دي كانت من القصة الجميلة اللي أخدناها قبل كده وكان القصة بتتكلم عن الدمية وعن الإنفعالات والمشاعر هنستقدم أول جملة أنا أو أنت أو الحاجة أنت أخصت الدمية مني أنت أخصت الدمية مني تاني حاجة أنت لم تعجبك اللعبة أنت لم تعجبك اللعبة اللعبة أنت لم تعجبك اللعبة أنا كنت غاضبة أنا كنت غاضبة آخر جملة معايا نحن نريد مصافحة الدمية نحن نريد مصافحة الدمية موسيقى